توجت مملكة البحرين بالميدالية البرونزية في بطولة أوروبا المفتوحة لفنون القتال المختلطة للهواء التي نظمها الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة عبر حصول مقاتل المنتخب الوطني وفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للهواء إحسين عياد للمركز الثالث في البطولة التي أزر الستار عن منافساتها يوم أمس بالعاصمة البلغارية صوفيا هذا ورفع اسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة رفع اسم آيات التهاني والتبركات لجلالة الملك المفدة وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بهذه المناسبة مؤكدا سموه أن ما تحقق من إنجاز يعكس ما تحظى الرياضة البحرينية من رعاية ودعم دائمين من لدى جلالة الملك المفدة والذي كان له الفضل في تحقيق العديد من النتائج والإنجازات المشرفة بمختلف المشاركات والبطولات الدولية كما أكد سموه أن هذا الإنجاز يجسد ما تنفذه الحكومة الرشيدة من برامج ومشاريع تنموية مستمرة في سبيل الدفع نحو تطوير وارتقاء قطاع الرياضة بالمملكة كما وهن سموه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مؤكدا أن هذا الإنجاز يأتي ترجمة للجهود التي يبدلها سمو الشيخ ناصر بن حمد في تنفيذ رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة عبر الاستراتيجية التي رسمها سموه التي ساهمت في تحقيق المنتخبات الوطنية بمختلف الرياضات العديد من الإنجازات وشدد سموه على همية بذل المزيد من الجهود لتحقيق طموحاتنا بأن تكون رياضة فنون القتال المختلطة البحرينية متواجدة وبقوة بمختلف المحافل والبطولات الدولية وأشار سموه إلى أن المشاركات كانت إيجابية وتحقق فيها العديد من الأهداف أبرزها تعزيز الحضور البحريني على مستوى البطولات العالمية والتعرف بما وصلت إليه البحرين من تطور في هذه الرياضة مهنيا سموه المقاتل حسين عياد بهذه النتيجة ومشيدا بالمستوى القتالي الكبير الذي قدمه المقاتل في هذه المشاركة ومقدرا سموه في الوقت ذاته الجهود التي بدلها الجهازين الإداري والفني لتحضير المقاتل بالشكل المناسب لهذه المشاركة